اعتقل شقيقان درسا في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا يوم الأربعاء بتهم تنفيذ مخطط متقدم للاستفادة من سلامة سلسلة الكتل للعملة الرقمية إيثيريوم وسرقة 25 مليون دولار من العملة الرقمية المشفرة واصف المدعوون الفيدراليون في منهات المخطط الذي نفذه أنتون بيراير بوينو 24 عاماً وجيمس بيراير بوينو 28 عاماً بأنه جديد وقالوا إن هذه القضية تمثل أول مرة يتم فيها توجيه اتهامات جنائية أمريكية بمثل هذا النوع من الاحتيال وقالت السلطات إنهما نفذا سرقتهما الدقيقة في أبريل 2023 حيث سرقا 25 مليون دولار من المتداولين في 12 ثانية فقط من خلال الحصول بشكل غير مشروع على الوصول إلى المعاملات المعلقة وتغيير حركة العملة الرقمية وقال داميان ويليامز المدعي العام الأمريكي كما نزعم فإن مخطط المدعى عليهما يضع سلامة سلسلة الكتل نفسها تحت الشك وقد وجهت لهما لائحة اتهام تتضمن تهمة التآمر على ارتكاب الاحتيال السلكي وجريمة الاحتيال السلكي وتهمة التآمر على غسل الأموال تم اعتقال أنتون بيراير بوينو في بوستن بينما اعتقل جيمس بيراير بوينو في نيويورك ولم يرد محاميهما على الفور على طلبات التعليق كلا الشقيقين كانا قد درسا في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا الذي يقع في كامبريج ماساتشوستس حيث وفقا للمدعين درسا العلوم الحاسوبية والرياضيات وطورا المهارات والتعليم اللازمين لتنفيذ احتيالهما زعمت اللائحة الاتهامية أن الشقيقين بيراير بوينو خططا لعدة أشهر للتلاعب والتدخل في البروتوكولات المستخدمة لتحقيق صحة المعاملات للتضمين في سلسلة الكتل للعملة الرقمية إثيريوم وهي دفتر أستاذي عام يسجل كل معاملة بالعملة الرقمية وقالت النيابة إنهما فعلا ذلك عن طريق استغلال ثغرة في كود البرنامج المعروف باسم MEV Boost والذي يستخدمه معظم المصادقون على شبكة إثيريوم وهم المسؤولون عن التحقق من صحة المعاملات الجديدة قبل إضافتها إلى سلسلة الكتل وقالت النيابة إنه بعد تنفيذ السرقة رفض الشقيقان الاستجابة لطلبات إعادة الأموال واخترى بدلا من ذلك اتخاذ خطوات لغسل وإخفاء العملة الرقمية المسروقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر